2 عشية مالبة اللغطانية ستكون جولة حاسمة وقوية في نفس الوقت خاصة بالنسبة للفارق الرجل العالمي اللي عنده ماجه قوي وصعب خارج الميدان وللي بهذا الجولة هي صاحب المشيز الفتح الرباطي اما الفارق صاحب المركز هؤلاء الويداد الامة فعنده مواجهة شي بسهلة وصعبة في نفس الوقت واللي بالفارق معيلو ديت وجده في هذا الجولة و الاعيون المدير بالفارق اللي هو اخوان الكارلوس كárيدو في 3 ديان قاب باش يخلي الفريق ديله منافس على اللقاب المهم في هذا الفيديو كين بزاف ما يتقال اخليكم معنا نبدو التحليل دينا بافضل ماش اللي كين فاد الجولة دي اللي هو الماش اللي غادي يجمع بين الرجاء العالمي والفتح الريباطي وكيما كان عرفو بلي فريق الفتح الريباطي في هذا الموسم هذا قوي بزاف وبالمناسبة باش نفكركم باللياد الفريق في بداية الموسم كان هو المنافس لأول على اللقاب ولكن بعد تراجع المستوى ديله في اخر جولات الفريق حاليا رجعك يحتل المركز الثلاث براسية 38 نقطة وعلى بعد خمسة ديناقات من المركز الثلاثي اللي في فريق الويداد الأمة وبالنسبة لمدر فريق ديل فتح الريباطي اللي هو جمال السلامي غادي يدخل هذا الماش هذا من اجل الانتصار ولا شيء غير الانتصار وخصوصا هذا الماش هذا غادي يكون في الميدان دياله وتاني حاجة باش يرد الهزيمة ديال الماش ديال الدهب بعد الخسارة دياله بواحد الزيرو بهدف اللي كان مركه مادي الباسر في المرمى دياله وحتى باش يعود لهزيمة دياله في اخر جولة اللي كان ضد تحاط طانجا وليخسر في ذيك الماش هذا كبوحة لزيرو اما فريق الراجع العالمي بقيادة الفيلسوف موندي الكبير غادي يدخل هذا الماش هذا من اجل التعاود تعادل الاخير اللي كان ضد الويداد وتاني حاجة باش يقلص الفريق ديال النقاط اللي بينه وبين فريق الفتح الريباطي وخصوصا حاليا الفريق اللي كان بيناتهم غير بعدي النقاط والفوز فادي الماش هذا غادي يخلي فريق الراجع العالمي على بعد نقطة واحدة من المركز الثالث وهذا كنت تعتبر فرصة باش الفريق الراجع العالمي يخد مركز الثالث واللي غادي اهلو الكاس كونفيدرال افريقية في الموسم اللي جاي يعني فادي الجولات اللي بقوا خاص فريق الراجع العالمي زيار راسه باش ميخرج خالي الويفاد فادي الموسم هذا او باش يضمن مركز مؤهل الكاس كونفيدرال افريقية في الموسم اللي جاي ولكن هاتش هذا ماشي سهل وخصوصا للفريق اللي عايد اللي هو فريق الفتح الرباطي اما من ناحية اللاعبين دي الفريق الرجاء العالمي فهذا الماش خاص اللاعبين دي الفريق دبتوا راسهم واحد شوية وخصوصا تجاه التحكين وخاص يركزوا فهذا الماش مزيان ماشي اي حاجة اللي يجي تزعزعهم وتخرجهم من تركيز ديالهم وهاتش غاد يكون بكل صراحة في صالح الفريق لان بكل صراحة اللاعبين دي الفريق بعد المرة تكون عندهم واحد نرفزة زائدة اللي غير مفهومة وخصوصا في اي صونتراج ولا في اي خطأ اللاعبين تبقى يحتاجوا بزيان في التحكين وبالنسبة لي خاص اللاعبين يبقى يركزون مزيان في الماش واذا الحاكم بدلهم في شي حاجات ديكستات يبدو يهضرون وهاتش يراجع لمسألة المهمة وكما قلت باش اللاعبين ما يخرجوش من تركيز ديالهم اما من ناحية الادارة ديال فريق الفتح الرباطي فاد الماش هذا داروا واحد الحاجة اللي سبيسيال وما فيش داروش فارق اخر ومنعوا التنقل ديال جماهير راجوية السبب غير مفهوم ومجهول وزادوا داروا بيان رسمي الجماهير الراجوية وقالوا بالتداكر ديال مش غتكون خاصة بالجماهير ديال الفتح الرباطي وبكوصة هاد القرار هادا غير مفهوم نهائيا كيفاش انتهي غتمنع واحد الفارق باش مينتقلوش للجماهير دياله باش يشاهدوا الفارق دياله من داخل الميدان وكيفاش هتخصص التداكر ديال مش غير الجماهير دياله هاده مسألة غير مفهومة نهائية من الإدارة ديال الفريق الفتح الرباطي أما من ناحية الجاهزية ديال اللاعبين ديال الفريق الراجع العالمي فاد الماش هذا فالفيلسوف موند الكبر غاد يرجع الخادمة ديال نوفو الزروني فاد الماش هذا بعد ما كان مصاب ويمكن يعول عليه فاد الماش هذا كأساسي وأنا مباشر غامش يعطيكم التشكيل المتوقعة اللي غاد يدخل بها موند الكبير وليه بالنسبة لي غاد يدخل بأنس الزنسية في حراسة المرمى من ناحية الروابع الدفاع غاد يدخل بحركاس المقدم وبنتيك والبداوي من ناحية التولاتي ديال الخاتلوس غاد يدخل بمركز لكو روجر أهول ومحمد زليد وعبد الإيلال حافيدي ومن ناحية الهجوم غاد يدخل بيوسر وبوزق ونو فزرون وحمزة خابة أما من ناحية التوقع ديالي لهذا الماش فبكوزة هتنشوف هذا الماش هذا سعيب بزاف على فريق الراجع وكان توقع باي Günther 30 سيب at least 30 عادل وبالنسبة لي ب بواية نسبة كبيرة من barremos 2 مواند الكبير قادر يق hing cubاب حتى خلق المفاجأة ويربح فضل الماش هذا وتانية حيث فريق فتح رباط عنده واحدة حضوتي كبيرة بذلك ولكن بالنسبة لي بواية الأغلبية الكبيرة وبالنسبة لي هذي3 عادل واحدين تطلب وانه Cardio Land تعطيني التوقع بما jagag نبدأ قدormuş بما ي つن Какترت في هذا الماشئ خصوصاً سيواجه أحد الفريق اللي عانيه واخذ الفريق هذا يحتل مركز 13 في البوطنة الوطنية برصد 20 نقطة ولكن بالنسبة لي المهمة دي الويداد بقيادة أخوان كارلوس كاريدو تقريباً سهلة بزاف خصوصاً هذا الماشهده سيكون ملعوب في الميدان دي الفريق وزيد عوتي حتى الجمهور الويداد فهذا الماشهده حالف باش يكون معمر الطيران حتى التالي واشي راجع السبب اللي واضح بزاف لأن الجمهور الويداد ضد دراجة كنوقات علماش دي الديربي وغادي عوضو ديك المقاطعة بتيفو وحضور جماهيري اللي كبير بزاف أما المدرب دي الفريق له أخوان كارلوس كاريدو هادي يدخل هذا الماشهده بواحد شعر دي الانتصار ولا شيء غير الانتصار وخصوصاً حالياً فريق الجيش الملكي يزاد وسع الفريق معه الربعات ينقاط وخلا فريق الويداد هو اللي يعيش الضغط وخاصو يربح ضروري باش يواصل المنافسة دي له على اللقاء وزيد يسا ينتعطر فريق الجيش الملكي في جوج دي الماتشات من الجوج دي التعطرات خاصو يربح ضروري فريق الجيش الملكي في الماش دي الكلاسيكو ويسا ينشي كادو مفي فريق آخر باش يتعادلوا لربح فريق الجيش الملكي في شي ماتش لما يقبل من سلي هذا الفيديو ما تنسو لاشتريد كومنترات وعطيوني التوقع ديلكم حتى الماش دي الويداد ومالي ديت وجدة وتاني حاجة بغيت نسولكم واحد سؤالي مهم بزاف وغات جاوبوني ضروري في كومنتيرات واشترا تشوفو بلي فريق الجيش الملكي ما غادش يتنازل على اللقاب فهد الموسمه دا واشترا تشوفو بلي الويدات صافي مشالو اللقاب والجيش الملكي واللي غاد يحسموه المهم غاد ينسي الاراء دلكم في كومنتيرات ووكي معكم حافظ وطه الله